قال المتحدث باسم مفاوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيرمي لورانس قال إن تجويع المدنيين والعقاب الجماعي للسكان الفلسطينيين يشكلان جريمة حرب وجدد لورانس تأكيده على أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار والسماح للمساعدات الإنسانية بالتدفق إلى غزة ووفقاً لمنظمات الإغاثة الإنسانية ظلت إسرائيل تعرقل وبشدة الاستجابة الإنسانية للكارثة التي يواجهها سكان غزة وبالتالي تركت سكان القطاع على حفة المجاعة مع انعدام المياه النظيفة والأدوية